وفي نوم بمزيسكي زيزي دليل كما كين كما نبوز تاجة ابن كثير كتك تفسيريك دليل يا قوانزة ما رواه الترمذي عن أبي هريرة حديثة لأبوكيه امام ترمذي كتك الجامع كتوغة كصحابة أبو هريرة رضي الله عنه أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أنا نقول طوكم تومي عليه الصلاة والسلام كوا أمي سيما لا تجعلوا بيوتكم مقابر موسيافاني نتوم يا سيما من النهاية موسيافاني مجنبيين كواني مكبوري لا تجعلوا بيوتكم مقابر موسيافاني مجنبيين كواني مكبوري فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان كواني نيومبا أمبا يناسوم واندنيا كسورة البقرة الشيطاني هاينجي هيني حديث أو دليل يكوانز كواني كواني أناسيما كتك دليل مانينو مويل مزيط سهيمو يكوانز أناسيما لا تجعلوا بيوتكم ماذا مقابر موسيافاني مجنبيين مكبوري نهيطاني 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 كواني لا يجوز قراءة القرآن في المقابر أو عند المقابر هايفاي قصوم قرآن كاتيك مكبوري كواسبب كواسبب مكومي الصلاة والسلام أناسيما قراءة الحديث نهيطاني نهيطاني صحيح قراءة القرآن أناسيما إمام القرآن حديث حسن صحيح أناسيما أصيب مكومي الله صلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر موسيافاني مجنبيين مكبوري هاققنا بالاغ مكومي عليه الصلاة والسلام وأنا إن كمانيش أكوانيش ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر إنكو حديث موضوع إنكو حديث موضوع من هذا حديث موضوع موضوع اموضوع بعد أن ننتظر شديدك ما حجته؟ حجته هذا الحديث لكن هذا الحديث موضوع يا إخوة هذا الحديث موضوع قال علماء الحديث هذا الحديث لا يصح كيف نتعبت وكيف نعبد الله أو نتقرب إلى الله عز وجل بأحادث لا تصح فيبت نجيك ربشك ومن يزنغ سبحانه وتعالى كو حديثي أنبازو هذا الصح بالنزورونغو كاموه أمي تونغو أمي زيمي وندو نزيمي تونغو أكاسنغي زيو نازو متمي محمد عليه الصلاة والسلام إلحالي متمي منيوي عليه الصلاة والسلام أمي سيما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا حديث متواتر رواه أكثر من سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا هنا سنجزي ورونغو بس أنا أجياندالي ما كازي مطولي هنا حديث حديث يابين وانا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر والديه أو قبر أبويه كل جمعة أو أحدهما يوليه أن يزور كبوري أو مكبوري يوازيوك وبيلي كل ويك الجمعة أو الخميس كل جمعة يوليه أن يزور ما كبوري يوازيوك وبيلي أو أحدهما أو كبوري لم يجوهو ثم قرأ آياسين هلافوا ثم سورة ياسين فليه كبورين غفر له بعدد ما فيها من آية وحرف هو سمهيو ما ذانبي ياكي كويدادي كل آية نهروف لكو كبوري ياسين ياسين إنه آية نجاك ها مجوي آية والات نكون اعتماي واتماني وجوا مكيو ووليس موجو 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 سبو أيصوم كبوري كبوري ختم طيب حرف تكون كبوري سبو كبوري ونجو أما وجو الله وعلا ساسه حديث نسمى غفرة له بعدد ما فيها من آية وحرف وسمهي ومثنبياك كويدادي يكيلا آية نكيلا هروف لكو كالكسورة ياسين وهذا الحديث نسمى الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى هذا إسناد باطل ليس له أصل هيا إسناد إسناد باطل هاي كسيح كبساء كبو تكون ناوي حديث يكتون ونجو 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 لا يصح كسوم سورة ياسين كبور لمز زيو كلا ويك فنجو ونفات حديثه وكي تكير كون بني كوي أو مبو هاي أيام يكبرين في كل أسبوع أو في كل جمعة يقف عند قبر أبيه أو أمه ويقرأ سورة ياسين سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم فكا موش تمام وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هاي في رفيل هاي صحي كتو قم توم عليه الصلاة والسلام الحديث الثالث حج يتات أنب يتاتي قوله كون إن فأك سوما قرآن مكبرين وانا سيما يتاتي في حديث أنس في حديث أبو بكر الصديق وانا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر يليه أتك إن هيا مكبرين فقرأ أك أصوم هم مكبرين ياسين والقرآن الحكيم أك أصوم سورة ياسين والقرآن الحكيم فكا موش أنا سيما كون بمتوم أم سيما من نهاية كتو حديث هو خفف الله عنهم يوم إذن أتك ينجي مكبرين أك سوم سورة ياسين هم مكبرين باسم نزم سبحان و تعالى هو من و و و و هم مكبرين سيك هيا أك أخفف فش عذب يوم خفف الله عنهم يوم إذن وأعطي له بعدد من بعدد الأموات من الحسنات نه نه هم سورة سورة ياسين نا ونجين وسيقوة كنا مبارك فوري من العلماء رحمة الله تعالى عليهم جميعا كالالباني رحمة الله ونسيما حديث موضوع هيني حديث يا ورنغو مجا ومجا حديث يا ورنغو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي سنجزيانا يومتوم عليه الصلاة والسلام ورنغو هاي نمانينو يا ونزووني وحديث ونزووني أمباو مبوبيا كتكيلم يا حديث waleoingia wakazama wakachambua chambua ili zile isnat ili zile hadith kuangalia inayo sehi niipi na ambayo hayo sehi niipi kwa sababu bila ya hivyo utakuja kuta hadithi nyingi au maneno mengi ambayo yanasemwa kwa mba mtume amesema ili hali ukweli ni kwa mba mtume عليه الصلاة والسلام hakuyasema kamwe maneno kama hayo kama hizi hadithi ambazo kumezisoma hivyo bas ina vihiri kwa mba kawli ya kutage meka na ili oyasawa ni kuwa haisihi kusoma Qur'ani katika makaburi na wanazuhoni wanausimama na kawli hii hum asadun nasi bidhalili ndiyo wanazuhoni ambao wanachetewa zaidi na dalili kuliku wale wanazuhoni wa kawli ingine kinanina panie usang